أعزائي من منطقة قمران عند البحر الميت أريد أن أتكلم عن مخطوطة شعياء لكن أنا موجود في هذه المنطقة الصحراوية في سنة 1947 كان في راعي يتجول في هذه المنطقة اسمه محمد الذيب ولحق واحدة من العنزات وكان بيرمي حجارة فسمع صوت تكسر الأجرار افتكر أنه اكتشف كنز يمكن مادة ولم يكن يعلم أنه اكتشف واحد من أعظم الكنوز في العصر الماضي في القرن الماضي ألا وهو مخطوطات قمران اكتشفت في هذه المنطقة الصحراوية وطبعا بالصيف بتصل درجة الحرارة 50 درجة مئوية لأن المنطقة كلها تحت مستوى سطح البحر يعني بحر الميت 400 متر تحت مستوى سطح البحر فاكتشفوا المخطوطات وأهم مخطوطة هي مخطوطة الشعياء النبي الشعياء النبي اكتشفوا المخطوطة بكاملها كان في جماعة من السينيين كانوا بيعيشوا في هذه المنطقة وكانوا بحافظوا على التقوس تركوا حياة المدينة أورشليم والهيكل والكهنة وكان بيعتبروهم أنه جماعة فازدين فأجوا اعتزلوا في الصحراء كانوا الساك في الصحراء وكانوا بيمرسوا عدة أشياء واحدة من أسمائهم اللي هي الوحدة جماعة واحدة يعني حياة اشتراكية بيوكلوا بيشربوا مع بعض وفي شركة مع بعض وكانوا بيدرسوا الكتاب المقدس مع بعض لكن كان في شيء بيمرسوه اللي هي الغسولات الطهرات كانوا بشكل مستمر يوميا بيعملوا هذه الغسولات للطهارة هي طهارة خارجية تعبير عن قداسة داخلية لكن أهم شيء كانوا بيعملوا كانوا بيكتبوا هذه المخطوطات وكانوا بيتعبوا عليها وبيشتغلوا يعني بكل حرف كل كلمة وطبعا لما ابتدأت الحرب في أورشليم وابتدأت الناس تهرب ودمر الهيكل في سنة سبعين ميلادة فطبعا كثير من الغيرين جاءوا لهذا المكان وهربوا إلى منطقة مسادة فتركوا المخطوطات في أجرار ولأن المنطقة ناشفة فعاشت كل هذه السنين أكتر من ألفين سنة مخطوطات الكتاب المقدس اكتشفت في هذه المنطقة ومثل ما شايفين خلفي مغاير كثيرة اللي اكتشفت فيها هذه المخطوطات طالما إحنا بندرس الميلاد شيء مهم ندرك إن هؤلاء الجماعة اللي كانوا بيكتبوا هذه المخطوطات اكتشفت مخطوطة إشعياء بكاملها تشبه نفس الكلام اللي منقرأه بالكتاب المقدس اليوم وهذا اندل على شيء بدل أنه الله ساهر على كلمته ليجريها فنبوات كثيرة في إشعياء النبي منها هالعذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عم نؤيل سفر إشعياء إصحاح سبعة آية أربعة عشر في إشعياء إصحاح تسعة آية ستة مكتوب لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام فنحن مدينون لهؤلاء الجماعة جماعة الإسسينيين اللي حافظوا على هذه المخطوطة الموجودة بين إيدينا وكانوا يعني كل شغل أن ينسخوا هذه المخطوطات والرب حفظها إلى يومنا هذا اندلت على الشيء بدل أنه مخطوطة إشعياء سليمة والنبوات قد تمت في يسوع المسيح وأنه كلمة الله حية وفعالة أيضاً